أهلا بكم من جديد شهد نهاية الأسبوع مجموعة من الأخبار السعيدة لمحبي كرة القدم المصرية فلأول مرة منذ 15 عاما يصعد فريق الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دور أبطال إفريقيا حيث ثأر الأهلي من خروجه على يد سانداونز الموسم الماضي ليلحق بالزمالك الذي صعد أيضا إلى نصف النهائي على حساب الترجي التونسي حمل اللقب في آخر نسختين ما هي فرص الأهلي والزمالك في الوصول إلى المبرى النهائية معا والقدم الفريقان الأداء الذي يليق بالكرة المصرية هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع الكابتن ياسر الشنواني لمنتخب مصر السابق ألم بك كابتن أهلا سهلا سهلا يعني أكيد خبر سعيد خبر جيد للكرة المصرية أن يكون فريقين من ضمن أربع فرق هما الفريقين المصريين الكبار الأهلي والزمالك أو المرة تحصل من 15 سنة كان عندنا مخاوف أن الرياضة المصرية والكرة المصرية وخصوصا بعد الخروج من كاسر الأفريقية في مشاكل في الأندية ما فيش جمهور لكن المحاصلة جيدة دلوقتي هو الوصول إلى نادي الأهلي ووصول إلى نادي الزمالك بعد زم حدثة تفضلت قلت بعد 15 سنة من آخر مرة كانوا في 2005 ودي طبعا بخير رفت لما وصلوا قبل ناقل اللعبوا بعض اللعبوا بعض والأهلي كسب لأن المتش الأول كانت 2-1 والمتش الثاني العودة كانت 2-0 لكن مشاهدي النقطة دلوقتي ده ده حاجة فعلا بتساند الكرة المصرية بعد الإخفاق اللي حصل بالنسبة للمتخم مصر في كسب أفريقيا الأخيرة فوصول إلى نادي الأهلي ونادي الزمالك لنصف النائف بالنسبة لأفريقيا فدي حاجة كويسة بالنسبة للكرة المصرية طيب يعني الأكيد هنتكلم عن سيناريوهات المستقبل وفرص الفريقين هيكون إيه في المباراتين قدام الرجاء وقدام الوداد لكن خلينا نحلل كده المتشين حيات شفت إيه اللي عمله كارتيرون وإيه اللي عمله فيلر خلى النتيجة تكون بالشكل ده خصوصا أنه الفرقتين مسهلين كنت في العبسان دانز والتراج التونسي فرقتين كبار جدا طبعا هدلوقتي بالنسبة لندي الزمالك كان بيلاعب طبعا فرقة كبيرة كده فرقة حمل اللقب البطلتين اللي فاتوا وكانوا بينفسوا على أنهم يحتفظوا بالكاس زي ما يقولوا مدى الحياة لن ثلاث مرات ما كانش حد أعمالها بلكده يعني لكن دلوقتي كارتيرون فعلا تعامل مع المباراة بطريقة فنيا وتكتكيا على أعلى مستوى هو واللعيبة وذلك اللي شفناه اللي حصل في المبارتين حتى كمان كل اللعيبة كانوا يعني عزو ليه اللعيبة فعلا صحيين في الملعب شفنا الصد اللي صدها ابو جبل دي فرقت جدا وتشلناه عمل واحدة برضو مع النادي الأهلي لكن احنا بنقول دلوقتي حتى كارتيرون أو فايلر تصرفوا مع المباراة بطريقة ذكية جدا بطريقة بروفيشنال جدا سواء فنيا أو تكتكيا يعني يمكن كارتيرون الوضع بالنسبة له كان مختلف لأنه هو وضح أنه تكتكوا قايم على التنظيم الدفاعي والاعتماد على السرعات الاعتماد على الكورة العالية الاعتماد على الكورة السابتة بالعكس شوية كارتيرون فايلر بيعتمد أكتر على اللعب الهجومي واللعب المفتوح وخلق الفرص بس في النهاية النتيجة قدت لنتيجة واحدة هل ده سبب العناصر أنه زمالك عنده عناصر مختلفة عن الأهلي ولا ده فكر مدرب وده فكر مدرب طبعا كله مدرب وليه فكره لكن العناصر الموجودة في نادي الأهلي غير العناصر الموجودة في نادي الزمالي بس فيه حاجة في الرياضة اسمها تطويع المحتوى المحتوى يعني إيه اللي عندك وانت هتقدر تتعامل مع إزاي فكارتيرون أنا شايف أن الكارتيرون تعامل بزكاء جدا مع المحتوى اللي عنده من لعيبة وتوظيفهم وفايلر تعامل بنفس الزكاء من تطويع المحتوى اللي عنده من لعيبة بزكاء فنيا وتكتكيا وهو ده اللي وصل وده احنا فرحين طبعا إنه وصل نادي الزمالي ونادي الأهلي للنصف النهائي بعد خمس شهر سنة من 2005 وخصوصا كمان يعني اللي وقت هتبقى قمة مصرية مغربية فرقتين من مصر وفرقتين من مغرب لكن فيه شوات من فرقات طبعا هتحصل بالنسبة لقبل النهائي ده إنه فيه حاجات كتير متكررة يعني مثلا جريده مدرب نادي الوداد مدرب نادي الأهلي ومدرب النجم السحلي لعب يعني تخالي إنه مدرب في نفس البطولة لعب نادي الأهلي وهو مدرب النجم السحلي في المجموعات هو دلوقتي لعب تاني وهو مدرب الوداد بالزبط بالزبط ولعب فرقته اللي هو صعد بيها وخرجها في الدور اللي بعده بالزبط وديسابر اللي هو المدرب تعنادي الرجاء سبق له إنه هو ضرب جريده طبعا ضرب في نادي الأهلي ضرب في مصر وديسابر مدرب نادي الرجاء ضرب في مصر ليسابر كان بيضرب الوداد لا هو ضرب في مصر لأ كان بيضرب بيراميز وضرب الاسماعيلي فطبعا للغة بالنسبة لمكثanken الأمور مفتوحة يعني بالنسبة سواء للجريد أو لديسابر أو بالنسبة الفايلر أو بالنسبة لكارتيرون هتبق كتاب مفتوح وكارترون كمان يعني من المصادفات الغريبة أن كارترون درب هذه الرجاء وكان بدرب الأهلي ودرب الأهلي هي حلبة مضربة كده بالضبط كده فهتبقى أن متهال المباريات بتاعت قبل النهائي هتبقى مباريات مفتوحة لأن المدربين عارفين بعض عارفين المدربين عارفين اللعيبة عارفين كل حاجة فأتمنى أن القرع يمكن خدمة الأهلي وإذا ماكشوا أن هم لتنين هلعب من المباراة الأولى خارج أرضهم مباراة أهلها تكون على أردون في القاهرة إن شاء الله هو دلوقتي التحاد الأفريكي قرر أن يكون المباراة تعتبق المباراة الزهاب واحد واثنين مايو ومباراة العودة ثمانية وتسعة على أن يكون النهائي الأول مرة في تاريخ شعبز ليجي الأفريكي مباراة واحدة بس لسا ما قررواش ليه هم ما قررواش فين كاميرون مغرب تونس ستكون يوم تسعة وعشرين مايو طب شايف الفرص أكبر عندي مين هل مواجهة الأهل مع الوداد أسهل ولا مواجهة زمالك مع الرجاء أسهل هي ما نقدرش تقال إن مين أسهل لكن هما هتبقى لأن طبعا إن فرقة توصل لقبل النهائي في التشامبز ليجي الأفريكي فدي طبعا هتبقى حاجة كبيرة كل واحد كل فريق عايز يكسب وكل مدرب عايز يعمل نفسه إسم عايز يعمل نفسه مش إسم في أفريكي بس إسم في العالم كله إن التشامبز ليجي الأفريكي برضو حق قوي لأن فيه لعبة أفريكية عالية جدا فأنا شايف إن هي هتبقى مواجهات صعبة جدا مش هتبقى سهلة سواء لنادي الأهل ونادي زمالك لكن حنا متمنى إن شاء الله يكون النهائي مصري ما بين الأهل والزمالك طب موضوع إن العودة تكون على أرضك ده الناس بتشوفوه أسهل لكن الناس بتشوفوه أصعب فكرة إنك بتبقى أنت اللي مضغوط في المباراة التانية زي أنت بتحقق نتيجة الأول على ملعبك وعندين تروح أو خارج ملعبك لو حقت صفر صفر هيبقى العودة صعبة إن لو جيجوي في الجون أنه أسهل إن نروح للعودة الأهل والزمالك صعدوا لقبل النهائي بالعودة خارج أرضهم أنه أفضل وأسهل إحنا تعودنا دايما إن دايما العودة على أرضك أحسن إن الجمهور هيسندج وكده لكن إحنا مشوفنا دلوقتي مثلا النادي الزمالك كان بلعب التراجي في ماتش العودة وطبعا بنسمع عن الجملة المشهورة جحيم رادس جحيم رادس لكن اللي حصل دي بتعتمد على اللعيبة تعتمد على ليه بتعمل بصرف النظر عن سواء كان المباراة الزهر في أرضك أو بر أرضك هي بتعتمد على اللعيبة إزاي بيقدروا يتعاملوا مع المباراة هم والجهاز الفني فنيا وتيكتيكيا شكرا جزيلا كابتن ياسر الشنواني إلى المنتخد مصر السابق سعيد بوجودك معنا شكرا